بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبدالفتح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد حيث أكد أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل دروسا عظيمة تمثل حافزا لمواصلة العطاء في السود عن أمن مصر وأبنائها والدفاع عن مكتسباتها ومقدرتها كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أكد خلالها أن هذه المناسبة فرصة لاستلهام الإرادة والعزيمة للوفاء برسالتنا الوطنية السامية ومواصلة التكاتف والتآذري انطلاقا من الإدراك الواعي لقيمة العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معربا عن أطيب الأمان بدوام التوفيق والسداد لمسيرة العمل الوطني استكمالا للجهود المضنية في مجالات التنمية والبناء ومواجهة التحديات وقهر السعاب بكل عزم وإصرار وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر معربا عن خالص الدعاء بأن يبارك جهوده ويسدد خطاه للوفاء بمسؤوليات الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين الحنيف كما بعث محمد توفيق برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد السقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي داعيا الله أن يحفظ القوات المسلحة الباسلة كما بعث محمد توفيق برقية تهنئة للفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة مؤكدا ضرورة موصلة الترابط والتكاتف والتأذر لنكون جنبا إلى جنب وصفا واحدا في سبيل تحقيق أهداف مسيرة العمل الوطني كما بعث محمد توفيق برقية تهنئة لفضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبرقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للقيادات والضباط والعملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية